أكيد لازال معنا أستاذ مصطفى الشقدالين المتابع النقاش حول الشعور بالنقص وآليات التعويض إذا أستاذ شقدالين إذا كان ممكن أن نتقلوا للمدخلات كريم بن مصطفى يقول تحية ود ومحبة عندما يعتنق الفرد مفهوما عن نفسه على أنه أقل كفاءة من غيره وأنه غير محبوب عادة ما سيتبنى جوانب من السلوك المرضي كالكذب مثلا طبعا لأنه في هذه آلية دفاعيات تعويضية لأنه وأنا أشكر الأخ اللي ترحت السؤال سي بن مصطفى من الززائر وصديق دينا أشكره لماذا؟ لأنه بالفعل الكذب هي آلية تعويضية بل أكثر من ذلك بأن الكذب في بعض الحالات يأخذ طابع معين أنه ليس فقط كذب ولكن نقول لا بداري جاف المغرب تلقى عليها سلوكية بمعنى أنه ذاك الكذب اللي فيها فيلم ما فيه جغي كذب معين وهذه رأي آلية تعويضية وقد دخل في إطار ما يسمى بأحلام لياقضى أحلام لياقضى كذلك آلية تعويضية للشعور بالنقص ولكن المشكلة الكبيرة في الشعور بالنقص حينما أنا أشعر بالنقص ولكن أحلام ذاك قضى وصداش قلالي يعني ربما كان نظن حق مشروع لا ما قلش حق مشروع لا لا أنا قلت تعويض تعويض بمعنى أنها هي آلية توازنية في بعض الحالات هذا مش من حق الشخص أنه يحلم من حقه يحلمه لكن هذا لا يعني بأنها ليست آلية تعويضية ومن حقه أن يحلمه ولكن أنا لم أقول ذلك لي كذلك أحلام يقضى لا أقدم نفسي هنا على أساس أنني كامل الأوصف مش الأغنية دي لابد الحديث لا تهلم ولا كلك على بعضك حلو لا أقدم نفسي كذلك أنا حالم من طراز كبير حالم يقضى طبعا وحتى حينما أنا في الواقع أحلم بأنني مستيقض كما سبق وان قلت لا إيه المشيدة والإشكام أحلام ليقضى ولكن المشكلة فين كين حينما تختلط أحلام ليقضى بالواقع اشتركوا في القناة